مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة للتدائي درسنا اليوم Unit 4 Lesson 4 Unit 4 الدرس الرابع عنوان الدرس Snake Sound Ladders الحية والدرج موجودة بصفحة 57 من كتاب الطالب صفحة 55 من كتاب النشاط قبل ما أدب الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاح سين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة للتدائي بصفحة 50 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة Snake Sound Ladders الحية والدرج هذه اللعبة أغلب التلاميذ يعرفوها ويعرفون قوانينها يطلب من أندي أن يplay the game ألعب هذه اللعبة طبعا هذا الدرس هو عبارة عن لعبة يتم لعبها بداخل الصف مثل لعبة الحية والدرج لكن ضيفي لها بعض القوانين اللي رح نتعرف عليها من خلال هذا النشاط هنانا هذه اللعبة اللي متعودين نلعبها بيالبيت مطلوب من التلميذ أن يعرف أن يقرأ ويكتب هذه الكلمات على أمود يكون مؤهل أن يفوز بهذه اللعبة شون يتم لعب هذه اللعبة بداخل الصف طبعا الصف ينقسم إلى قسمين فريقين كل فريق إلى فد مؤشر خاص بي فد علامة خاصة بي يجي تلميذ من كل فريق يفر هذه الدائرة اللي موجودة معلقها الأستاذ على الصبورة يغمض عينه ويفرها الرقم اللي يوقع عليه يروح يحرك المؤشر الخاص بفريقه عليه لنفترض أنه يجي تلميذ فر هذه الدائرة أو قد تكون زار شمر الزار وطلع على رقم 6 يجي على رقم 6 يشوف شن الكلمة الموجودة بيها مثلا موجودة كلمة بيتزا ينطق هذه الكلمة إذا كان نطق لهذه الكلمة صحيح فيستمر باللعب أو يجي تلميذ آخر من نفس الفريق يستمر باللعب كذلك بنفس الطريقة يفر هذه الدائرة أو إذا كان هناك زار يشمر الزار ويطلع للرقم يحسب الرقم فليكن 3 يحسب 6 إلى 3 يطلع لهذه الكلمة كذلك ينطقها إذا نطقها بشكل صحيح يكمل وإذا نطقها بشكل خاطئ يتوقف أنه بيجي الدور على الفريق الثاني وهكذا كذلك الفريق الآخر يجي من عندهم طالب يغمض عينه ويفر هذه الدائرة ويطلع له رقم يحرك المؤشر الخاص بفريقة حسب الرقم يطلع له وكذلك ينطق الكلمة إذا قالها بشكل صحيح يستمر وإذا قالها بشكل خاطئ يتوقف ويرجع الدور للفريق الآخر وهكذا نعرف بقوانين لعبة الحية والدرج أنه إذا المؤشر مثلا طلع على رقم 4 ورقم 4 بها درج فإذا قالها بشكل صحيح ينتقل من رقم 4 إلى رقم 12 وإذا وقع برقم مثلا وليكن رقم 24 اللي بها حية فينزل إلى رقم 13 وهكذا مع البقية هاي أحدى طرق لعب هذه اللعبة بداخل الصف بعض الأساتذة يسويها أكثر صعوبة هذه اللعبة شلون يعني؟ يعني مثلا بنفس الطريقة بمكان ما ينطق الكلمة ينطقها ويكتبها إذا كتبها بشكل خاطئ يكون الدور للفريق الآخر وإذا كتبها بشكل صحيح يكمل الدور إذن بعض الأساتذة فقط يعتمد على نطق الكلمة وبعض الأساتذة لا يطلب من التلميذ أن ينطقها ويكتبها على مول يكمل اللعبة هاي مجرد لعبة يتم لعبها بداخل الصف المطلوب من التلميذ على مول يفوز بهذه اللعبة أن يعرف ينطق هذه الكلمات ويكتبها على مول يقدر يفوز بهذه اللعبة أما إذا يسأل التلميذ هل هي مهمة أم غير مهمة بالامتحان التحريري فهذا النشاط غير مهم بالامتحان التحريري أو حتى بالامتحان الشفوي مجرد لعبة يتم لعبها بداخل الصف لكسر الروتين فهنا أول كلمة هي كلمة Start اللي هي البداية مدينة جبل بيتزا ماء قصير أعلى كبير طويل المعجنات طويل الكيك صغير أسفل سريع رجوحة فطيرة من خلال يدفع قرية درج يقف صغير حليب كبير الفريق اللي يوصل للنهاية الأول هو الفريق الفائز إذن هذا مجرد لعبة يتم لعبها بداخل الصف غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى كتاب النشاط التمرين الأول اقرأ القصة عن ورقم هذه الفقاعات الكلامية هنا عندي قصة لهذا التلميذ المتأخر عن الدوام هنا يطلب من عندي أن أقرأ القصة وكل رقم من هذه الأرقام قال هذا التلميذ أو الأستاذ مالتا كلام من هذه الفقاعات الكلامية يطلب من عندي أني أوصل هذا النص بالفقاعات الكلامية المناسبة إلى بعدها مكتوب استمع وتفقد إجاباتك شون اتفقد إجاباتي من خلال المقطع الصوتي إذن رح نحل الفقاعات الكلامية نوصل للأرقام بالفقاعات الكلامية حسب المقطع الصوتي لذلك رح نستمع المقطع الصوتي ونحل هذا التمرين وبعدها نوضح مفردات هذا النشاط لذلك رح نستمع المقطع الصوتي لذلك رح نستمع المقطع بسي 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 رح��로 سي 6 المترجم يخبر سام أن أذهب إلى المنزل وأن أغلق المنزل سام مستحيل هل تريد أن أذهب إلى المنزل نعم سأعود سأعود إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وصلنا هذه النصوص بالفقاعات الكلامية المناسبة نجي نوضح مفردات هذه القصة نمبر وان أولا إنه صباح يوم الأربعاء إنه 8.30 والساعة الثامنة والنصف وسام متأخر على المدرسة المدرسة تأخر المدرسة تبدأ في الساعة الثامنة صباحا فهنا الفقاع الكلامية المناسبة لهذا النص الأول إش قال سام قال أنا متأخر على المدرسة فوصلنا النص بالفقاع الكلامية المناسبة نمبر ثو ثانيا لبس ملابسه بسرعة He puts on trousers ارتدى البنطال الشرت قميص and some shoes وبعض الأحذية He runs to school وركض إلى المدرسة شنو الفقاع الكلامية المناسبة لهذا النص؟ النص الثاني اللاحظ إنه سام قال قال I must run quickly يجب أن أركض بسرعة نمبر ثري ثالثا At school في المدرسة The teacher points to the school rules المعلم أشر على طوانين المدرسة On the wall المكتوبة على الحائط فاش قال المعلم؟ قال Don't be late لا تكن متأخرا فاش رد علي سام قال I'm sorry أنا آسف نمبر فور رابعا Sam's friend's love ضحك أصدقاء سام His trousers are shorter than his leg بنطالة أقصر من رجلية فنلاحظوا من خلال الصورة إن البنطال جدا قصير His sleeves are longer than his arms وردان القميص أطول من ذراعة فاش قالوا لأصدقاء قالوا لي You are wearing your brother trousers أنت ترتدي بنطال أخوك وقال لأصديق الثاني You are wearing your dad's shirt وأنت ترتدي قميص والدك نمبر فايف خامسا Sam's friends point to his shoes أصدقاء سام أشروا على حذاء His shoes are bigger than his feet حذاء أكبر من رجلة فاش قالوا لأ؟ قالوا لأ You are wearing your dad's shoes أنت ترتدي حذاء والدك نمبر سيك سادسا The teacher tells Sam to go home أخبر المعلم سام بأن يذهب للبيت Again مرة أخرى And change his clothes ويبدل ملابسه Sam is happy now سام أسعيد الآن فاش قال لأ المعلم قل لأ Do you want to go home؟ هل تريد أن تذهب للبيت؟ فيجاوب سام Yes please نعم رجاء I will come back quickly سوف أعود بسرعة هذا ما يخص هذه القصة لاحظنا أن من خلال هذا النشاط استمال المقطع الصوتي حاولنا نقرأ القصة وصلنا كل نص من هذه النصوص بالفقاعة الكلامية المناسبة لها اللي قال هسام أو المعلم مالته أو أصدقاءه هذا مجرد نشاط صفي يطلب من التنمين أن يستمال المقطع الصوتي يحل على أساس المقطع الصوتي وبعدها يحاول يقرأ على مدطور مهارة الاستماع والقراءة لدى التلاميذ غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا بي لعبة وعرفنا أن هذه اللعبة غير مهمة بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي فقط لعبة لكسر الروتين داخل الصف أما هذا النشاط كذلك غير مهم إذن هذا الدرس اللي هو الدرس الأخير من اليونت الرابع آخر درس قبل الامتحان نصف السنة هو مجرد درس للإطلاع ما بي شي مهم فقط درس لكسر الروتين وتطوير مهارة القرائم والاستماع لدى التلاميذ ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة منكم على الشاشة